نزوح من لبنان نحو سوريا لم يتوقف بعد تسجل الحكومة السورية أرقاماً يومية للوافدين اللبنانيين والسوريين العائدين إلى بلادهم حيث تخطط الإحصائية الأخيرة المئة وسبعة وسبعين ألف شخص منهم أكثر من خمسين ألف وافد لبناني بعد العضوان الإسرائيلي المتصاعد على مناطق مختلفة من لبنان وإعلان الجيش الإسرائيلي عن غزو بري لجنوب لبنان مما دفع الحكومة السورية لتقديم كل التسهيلات وفتح مراكز إيواء لهم نحن جيت أنا وولادي كنا قاعدين بالبقاع صار قاصف يعني وصرنا نخاف نيم بالبيوت وصرنا نيمين برع بالجنينات يعني ولما اشتد الواضع ومشتجبتهم وجيت عاش الولاد صاها هذا كان وقف قلبه من الرجف والأشوى الضغط يعني أكيد هذه قضيتنا قضية العرب والإسلام قضيتنا ما بنتخلى عنها أكيد صواريخ ما بتشوفش إلا الغارات السهيونية ما خلوا بيت ما خلوا مركز يعني شي ما بيصدق العقل اللي يشوفني يعني متما بيقولوا من تحت الصواريخ طلعنا نحنا كنا عند أختي شي ستين نسمة رجعنا طلعنا الساعة 12 باللين نحنا وأختي إلى حتى اللي قدرنا وصلنا نحنا لو ما واجبنا الديني ما كان صار عندنا هايك بس نحنا واجبنا الديني والإنساني تجاه فلسطين والديني يعني حتى وصلنا لهالي الوافدون اللبنانيون الذين أخذتهم الطرق نحو سوريا فتحت لهم مراكز إيواء عديدة في المدن السورية حيث عبروا عن امتنانهم لموقف سوريا الحاضن لهم بالإضافة لتأكيدهم على أنهم مستعدون دائما لتقديم كل ما يملكون فداء لفلسطين نحنا كلنا كشعب لبناني مع القضية الفلسطينية للآخر بإذن الله فلسطين نحنا بقلبنا فلسطين القدس قدس المسلمين القدس قدس المسلمين مش لإنسان معين ولا لدولة معينة نحنا من قيد فلسطين وبالقلب فلسطين لآخر لحظة بالحياة تستمر أعداد القادمين إلى سوريا بالارتفاع خاصة مع ارتفاع وطيرة العضوان الإسرائيلي على لبنان حيث تسعى الدولة السورية لتهيئة كل الظروف المناسبة لاحتضان الوافدين خاصة في ظل القرارات الحكومية الأخيرة التي تصدر من أجل تسهيل معاملاتهم سواء على صعيد التعليم أو الطبابة أو غيرها رغم الآلام والمشقات التي يعاني منها الوافدين اللبنانيين القادمين إلى سوريا إثر الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة إلا أن الرسالة تبقى بأن كل ما يملكون فداء لفلسطين من ريف العاصمة السورية دمشق مصطفى رضوان تلفزيون فلسطين